اسمحوا لي أن أعبر بصراحة عن أنه في العام 1948 اجتمع العالم واعترف بقيام وحق دولة إسرائيل وفي نفس الوقت صدروا قرار يذكروا وجود الدولتين الدولة الفلسطينية ودولة الإسرائيلية حان الوقت الآن وليس يوم غد أن يجتمع العالم مرة أخرى لكي يعترف بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم هذا أمر يعارض كل ما سمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان عن الحاجات الأساسية وعن الديمقراطية وأني شيء آخر ما يحدث اليوم يعارض كل ما تربينا عليه وكل ما طلب منا أن نتكيف معه وأن نطبقه في مناطقنا المختلفة الآن هو الوقت وإلا يفوت الأوان يجب أن نصل إلى قرار يفيد حل الدولتين إن أردنا أن نعمل على أي قرار أوي حل يفيد إسرائيل فقط هذا القرار لن ينجح هذا الحل لن يكون مناسباً لأننا نتحدث عن وطن وطن فلسطيني عن جيل تربى لمدة 75 عاماً تحت الاعتداء وغياب حقوق الإنسان الأساسية حتى غياب الحق في العيش على أرضهم بكرامة دون أن يتمتعوا بأي حق كان بالطبع خلف الكواليس الكل يكر بهذا الحق ولكن في العلن لا أحد يكر بهذا الحق الآن حان الوقت كي يجتمع العالم إذا ما أراد فعلاً أن يصل إلى حل جديد في المنطقة لهذه القضية يجب أن نجتمع لأننا لا نعرف ما ستكون نتيجة هذا النزاع بعد سنتين أو أكثر رأينا الاتفاق أو التوافق ما بين إيران وإسرائيل يحدث الصواريخ ما بينها بدأت وتوقفت في غضون يومين من الممكن أن نصل إلى حال إذا ما كانت الإرادة موجودة سيتأثر الجميع لا أحد بعيد عن التأثيرات وبالتالي لا أحد بعيد عن الحال يجب أن ندفع بحل الدولتين كدماً وبكل جدية وعندها من الممكن أن نتحدث عن المساعدات الإنسانية ومن الممكن أن نتحدث عن إعادة الأعمار